الزيتون تكوبري المتوفر في الأسواق سقوي ذكا عليش نرد بنا في كيفية التمليح مرحبا بكم في مطبخي المتواضع مرة أخرى كما تشوفوا عندي زيتون تكوبري المتوفر تول حد هذه الساعة الزيتون في الأسواق هو سقوي بالأساس يحب له جماعتين أخرين من تاريخ تنزيل الفيديوهات بش يتوفر زيتون تكوبري متاعنا على غير العادة على خاطر نظرا لشح الأمتار وربي جراحة أسلاح وإن شاء الله هاوك اليوم وأنا نسجل في الفيديو معاكم صبت الأمتار هاوك عرفته وقتاش باي لانا عندي زيتون متاعي دبما خلطت كما تعرفوا مع المتابعي متاعي كنت في تستور معانتها جذوري كنت في مهرجين الرمان شريط نسيب الكتب بمزيتون الأخضر سقوي هو نفخته في الماء مدة نهار نهار ونص ومبعد جبته كما توجب بالتباع بدلت الماء مرتي وقت تنفيخ معانتها في النهار مرة ولا مرتين بدلوا الماء متاعو حسب نوعية الزيتون متاعنا هذا هو الزيتون تكوبري يكون معانتها في الحجم هذا معانتها ونجب يكون أقل ونجب يكون أكثر بشوية نحاولو كي بش ناخذو معانتها الزيتون تكوبري ناخذوه أكل ملولب مش لمدور معانتها بيضوي الشكل متاعو الشكل بيضوي بش ميدودش لأكثر ولا أقل خاطر الزيتون المكعبر أكل يبدأ معانت كيمة الكرة هذا كي ينجم معانتها يدود بسهولة وإلا معانتها نعملوه المفرشخ ولا كيمة نعملها كي بش في سعفيسة متعتيب ويتكل على خاطر الزيتون العوام الأحسن ناخذوه هالملولب اللي كيمة البيضة بش يدو منها بالجداء بالجداء ويقعد معانتها ستة شهور هو في التخليل معانتها في التمليحة متاعو معانتها يقعد ستة شهور من سيل لو حتى شاي ويقعد مكبوس وشيد روحو ومريكل بايه الطريقة التمليح منتها هدية اخترت بش نشق الزيتون عامانتها زوزة شقات كي ما شفته بالسكينة تكون ماضيع منجرحو هايش متى حتى لين نخلتو للقلب متاع الزيتون ضربة واحدة وكهو لانينسيت مرة لولا ما حتيتش القارسة في المياه خاطر بش نعود نفخ الزيتون مرة أخرى كنت نفختو مرتين وبيش نزيد لو ما تبدلتو المياه متاعو كي ما تشوفو المياه متاعه مدردر. اه ونحطه في الماء الاخر في هالقارس بالشكل الضربة ديكه متاع السكينة ما تكحالش برشا. لهني اه خيرت معنتها وهذا اختيار شعر بكونا تحت اه شكارة الملح خيرت بش تكون شكارة الملح مانت جديدة. اه ديما كيف نشيه بش نعمل مخللات نعمل الملح مانت ناخد بكو جديد ما يكونش مانت الملح اللي عندي مانتها في المطبخ وهذا اختيار الشخصي. اه محطوه على معنتها على جنب. حقا الملح يكون معنتها على الايتراميه ثلاثة مغارف اكبار. لانها اعملت ستة مغارف صغار. معناها ثلاثة مغارف اكبار ويكفي بالغرض. بالنسبة للناس اللي تحب تملح اكتر تنجم اقل رهو يدود. وانها نعملوه معنتها يعني برشا خل. نجم وزيدة تخليلة تكون يعني ماء وخل وزيد زيتونها فقط. بالنسبة معنتها للناس اللي ما تحبش الملح. بالنسبة للملح بش يكون مليجل كي ما قلت. ما كانش اذا كان انت في البلاد اللي انت فيها. اه يعني خاصة الاوروب ونعرفو الملح متاحهم ممالحش بالجديد بالجديد. وقتها نجم ونضعفو كمية الملح. وقالها مثلا في عوض نعملو ثلاثة مغارف كبار. نجم ونعملو خمسة مغارف كبار. بي الهني هكا بعد ما تنفخ في الماء متاع وتبدلو شلناها مليح نحطو في السكرية متاعنا تكون معاقمة ونظيفة زيتها. بماذا بينا تكون السكرية ماذا الحكة اللي بش نحطو فيها. تكون بلا وريع. بش معناة خاصة اذا كينا مدة التمليح بش معناة بش تكون مدة طويلة. خاصة في الزيتون العوام. الزيتون العوام نعرفو اللي احنا منشوقوهو الجملة. موش لمفرشك موش هذية اللي معمول بالسكينة. هدا الخل اللي اخترت وعندي زوز بيبس خل كيف كيف نفس الماركة لكن الظاهر ثمه متى خل غامق هذيك اللي قوي والخل هذية متى الفتح معناتها آآ خفيف نوعا ما. وليت اخترت هذيك اللي لونه متى فتح اخترت بش نكمل بيه السكرية. كنت عملت الثلثين متى السكرية ما. وثلث خل وهذا اختيار ونجمونا عملوه ما سافي نولي ونضع في وقته كمية الملح وإلا معناتها ونزيدو معناتها القارس. معناتها نزيد القارس كمية بهيا مش كما حتيتنا جيزتها حتيت معناتها على طريف قارس بش ما يكحالش اكت ضربة متى السكينة متكحالش لاكثر الاقل. ونورم المو كيف نحطو معناتها الخل ما نحطوش القارس وكل واحد كيفيش ايراء. هنا ساعات نخلط ساعات نحط قارس واحد وساعات نحط خل واحده وما يقلقش خاصة معناتها في نوعية التخليلة هذية ولا الزيتون المسير هذية ما يقضش برشا معناتها في التخليل عمتاهم. لهنها معناتها كان يعني تنجمو متبعو معناتها الفيديوهات اللي بش ان نزلها في قناتي بنت بوها. تو تلقاوا معناتها اللي عمتاحها في صندوق الوصف. هذية يعني تفاجئنا في الجبل في تستور تفاجئنا بوجود الكبار. شوف كيفيش هنسيت اسمه تلمو معناتها تفاجئنا بالحق بالوجود امتاعه. نحن نسيب الكتب هذية وكان كبار جيلي معناتها في يعني في جبل. الوقت لي احنا قاعدين ما انتا نحيه في الكليل. لقينا شجرة متاعه كبار كيما شعباته. نحينا ما يقارب على ميت ميت جرام. خللتها كيما تشوفوا حاتيت عليها مغرفتين ملح متاع قهوة. يعني ملعقتين ملح متاع قهوة. زيت عليها خل وزيت عليها كيما شفت زيت زيتونها ورقتها. اسبقوا اني ما تبيتها ليلا في الماء. والماء هذيك بدلتو مرتين متاع الكبار. نرجع الزيتون نكهو كيما نحبه احنا انا اخترت بالكليل خاطر هذيك هو المتوفر عندي التوامرة جيتا ونشوف كيفيش نكهو بالجبت والبس بيس الجالي. انا كنت التخليل عمتاي ولا كيما تحبوا تقولوا ما نتا هذيك الزيتون ما نتا لم ملح ولا الزيتون لم سير ولا لم خلل. اه هذي ان شاء الله بش يكون جاهز ما انت فيه ثلاث اسابيع لشهر يكون جاهز للتقديم. بالنسبة لي انا نسجم ما نبدأ نيكلو من اسبوعين. ان شاء الله طريقتي في تخليل زيتون عجبتكم وتمليحو. اه كيما قلت بالنسبة ما نتا احنا اني في تونس اه بالنسبة الاي ترامية ثلاثة مغارف كبار ملح اه في الماء هذيك ونحرقوهم مليح مليح. بالنسبة ما نتا البلدين اللي يعرفوا الملح متاعهم ميما نلاحش كيفنا نحنا اه نضع فوق الكمية نتوصل حتى ستة مغارف اه ملح. كيف بالنسبة للماء بالنسبة للحكة هذيك نغمروها بالماء ما يقارب على الثلاثين ونزيدو عليها اثلاث لاخر خل. وننجمو نخليوها بكلها ماء نوليو نزيدو مغارف تين ملح في عوض الخل ومعها كعبة قارس كبيرة. وننساويش كتلاثة مغارف متاع الزيت زيتونة من الفوق. باش ما تعملناش اكل متا ما تخنش من الفوق. واهم حاجة اللي ما يخليش الزيتون يخمر اللي احنا ما ننسوش الزيتون بدينا كيف بعد ما يتيب ونجي بدو الكعبات. وبالنسبة ذاك اللي في اشقالة هذيك معده الزيتون اللي فرستو. اه ما نجمش نحطو مع بقية زيتون على خطر مضروب لكن موش خامر. دونك باش نفرش خو. بكون جاهز معنطا في ظرف اسبوع لعشرة ايام باذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظي الكريم. بسلامة.